كمان بتسأل بقى المباراة هيحصل فيها إيه لأن زيزو تصاب في المباراة اللي فاتت صحيح واتعالج بس إحنا لسه مستنين هينزل المطش ولا لبا في حالة إن زيزو ما نزلش مين ممكن يكون بديله هو طبعا يمكن بحسب جهاز الطبي للمنتخب الأولمبي زيزو يعني تمثل الشفاء بشكل كبير واستجاب للجلسات العلاجية بشكل مميز ويتبقى فقط القرار الفني لكن طبعا بخلاف زيزو يمكن فيه أيضا أحمد عيد خرج من قائمة المنتخب ويشارك محمد حمدي تم استدعاه ومكانه نويبها موجود أعتقد بعدم موجود زيزو ربما يتغير الشكل الهجومي شوية بالنسبة لي المنتخب ربما يكون أحمد تاميل كوكا له دور في وسط الملب أكتر في الاعتماد عليه هو ممكن هو لعب زوكر شوية بيقدر يعتمد عليه ميكلف أكتر من مركز يمكن اعتمد عليه في غياب كريمة دبيس في المباراة اللي فاتت شارك كبديل دبيس في المباراة أمام باراجوي لكن أيضا بوجود إبراهيم عادل ومحمود صابر أيضا اللعب المميز اللي بيقدر يعتمد عليه في مهام عديدة في وسط الملعب الهجومي ميكالي إلى جانب طبعا رأس الحرب أسامة فيصل وإبراهيم عادل ممكن الشكل ده يعوض شوية أو التركيبة دي ممكن تعوض شوية الماضي النهاردة الساعة كم؟ هي بساعة عشرة في العشرة مساء بتوقيتنا آه بتوقيتنا إن شاء الله طيب كويس قوي عشان نذكر كده يعني هيسبقنا طبعا مباراة المغرب وهي أسبانيا نتمنى نهاء عربي نستنين النتيجة آه هيبان بقى احنا هنواجهن بقى بإذن الله نتمنى التوفيق لمنتخبنا نتمنى ميداليا أولمبية يعني تبقى حاجة تاريخية نتمنى نهاء عربي دي أفضل طيب ظهر أسماع كتير في المنتخب أعتقد أنه ممكن يجي لهم معود احتراف وأعتقد أنه ممكن يعني حتى أعين الصحافة المصرية تبقى متجهة لهم بشكل إبراهيم عادل صحيح وانت قلت لسه من شوية كذا حد يعني تفتكر مين أبرز الوجوه اللي ممكن نرهينا عليها في الفترة اللي جاي ما فيش شك إبراهيم عادل خطأ في الأنظار يمكن الصحافة العالمية أريدي بتتكلم عليه بشكل كبير جدا لعب قدر يصنع الفرق من هدافي البطولة يمكن أرقامه ميازة جدا على مستوى الهدافين المصريين في الأولمبياد بيصنع الفرق دايما فيه الهجوم دوره مهم جدا يمكن إلى جانب طبعا إبراهيم عادل فيه محمود صابر أيضا من اللعبة اللي قدمت أداء قوي جدا وليها بصمة في الأداء كوكا نفس الكلام يمكن الجيل الحالي يعني بقدر ما هو ما تقدرش تقول إن فيه نجم الفريق أو فيه لعب هو النجم الأبرز ولكن بشكل عام كمجموع أو كوحدة واحدة عاملين شكل للمنتخب وشكل الأداء بوحدة المنتخب والقتلية اللي في الأداء هي دي السمة المميزة لأداء المنتخب عشان كده حرست المرمى كمان كان لها وضوحه حمزة علاء حمزة علاء طبعا دور مهم جدا يعني يمكن على الرغم من أنه لا يشارك مع النادي الأهلي طبعا فيه وجود حراس أكثر خبرة زي محمد الشناء وبعد منه مصطفى شوبير اللي ابتدى رغم أنه حارس شاب أيضا لكن ابتدى يثبت أخدامه بشكل جيد وحصل على أكثر من بطولة معنات لهاي لكن حمزة علاء من الحراس اللي عندهم رد فعلي كويس جدا في التعامل مع كتير من المواقف سبات فعالي سبات فعالي ممتاز تحس أنه حارس بقاله سنين بيلعب فيه مع فريقه أو مع منتخب فعشان كده بالزبط وطبعا التفاهم اللي ما بينه وما بين الدفاع عمر فايد وحسام عبد مجيد يمكن برضو لحد ما مدي طمأنينة للخط الخلفي رغم أنه فيه محاولات أكيد يعني مش هيبقى نقدع فينا إيه يعني مش هايزة أقول نسميها نقدع فينا كده يعني هو طبعا على حسب المنتخب اللي انت هتواجه يمكن قصاد براجوي كانت المشكلة الأساسية بالنسبة لنا عدم استغلال الفرص عشان كده قدام منتخب كبير دايما لازم نص فرصة لازم تستغلها العجمات المرتدة اللي كانت اللي بيعملها منتخب مصر بيعملها بشكل جيد جدا ولكن في التعامل يعني لو أنا قارنت ما بين كأحدى السلبيات فكرة ضياع الفرص أو الأخطاء الدفاعية العدم يعني خروج الكرة بشكل جيد من الخط الخلفي أو بناء الهجمة أنا هاخطار السلبية الأبرز هي اخضار الفرص لأن انت الأخطاء الدفاعية واردة يعني بتحصل في كتير من المنتخبات لكن اخضار الفرص انت كمنتخب مصر ربما يعني ليس لديك الخبرات الكبيرة زي منتخبات أو لعيب من منتخبات الأوروبية زي أسبانيا زي باراجوي زي فرنسا كل دي منتخبات اللعيبة بتاعتها بتلعب في دوريات كبيرة جدا عشان كده الفرصة بيبقى لها تمانها شفنا فرص لإبراهيم عادل يعني يعني ضائع فرص بس ما بدرفش استغل فرص كيك بالزبط أنا بنصنع جون بس ما بنفنشوش الفينش بالزبط